مو تعرفون آني أشمبي الله أنا ليش أخذتوا مني عصابات المخدرات تستفحل في بغداد فأمام أنظر الناس بالأعظمية أقدمت إحدى هذه العصابات على قتل الشاب على الملاكم بأربع رصاصات والسبب محاربته لتلك العصابات كما تقول عائلته التي روت لنا ما حصل ليش قتلتم وضربتوا برجلة غيرانين من جسمه غيرانين من شيف الناس تحبه ضربتوا لي برجلة والله كان محتي شون نطيته وياه بدماغه بياه زمن الكريستالفات بالعراق هذا واحد له بعقلي ما يشوي هستالفها يا عمو وأربع على واحد أي مان صايرة انتو أربع على واحد ضربتوا برجلة كسرتوا رجلة عفوه ليه ضربوا بدماغه لا مجلس عزاء سيقام على روح علي لحين القبض على القتلة هكذا تقول عائلة المقتول هم يطالبون بمحاسبتهم وإنقاذ الأعظمية من عصابات المخدرات بعملية أمنية كالتي نفذت في البتاوين فاتحة ما تصير أي فاتحة ما تصير ما تصير أي فاتحة لحين تسليم القتلة وبعدها لكل حادث حديث نحن نريد من سيادة وزير الداخلية المحترم عبد الأمير الشمري سيادة رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني أنه يشوف لنا صورة حل بموضوع المخدرات وأنه يسوي لنا حملة مثل اللي صارت في البتاوين حتى يطهر الأعظمية من هذه البؤرة الفاسدة اللي صارت بها والآفة تصفية من يعترض طريق عصابات المخدرات إن تأكدت رواية عائلة المقتول فتشير إلى مستجدات مقلقة في الأعظمية لسيما مع حديثهم عن انتشار للمخدرات وهذا ما يستدعي من القوات الأمنية تكثيف جهودها لسيطرة الكاملة على الأوضاع في المنطقة من العاصمة بغداد بدر الركابة أتغيير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة